نرحب بحضراتكم مرة تانية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في فتاح محور التعمير في الإسكندرية قال إن المشروعات اللي بتنفذها الدولة تتفادى الأراضي الزراعية لأنه دي ثروة قومية يجب الحفاظ عليها ده طبعا بيعكس اهتمام الدولة برقعة الزراعية أيضا إضافة أراضي جديدة من خلال مشروعات عملاقة لاستصلاح الزراعي زي الدلتة الجديدة ومستقبل مصر وتشكا وغيرها خلينا نتكلم بالتفاصيل أكتر معضفنا دكتور علي اسماعيل عضو لجنة تحديث الري عن هذا الملف التحديث نتبه على حضراتكم من وانا الصباح الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين على مصر كلها طيب زي ما كنا بنكلم يا فندم فكرة أنه مصر دلوقتي بتعمل على زيادة الرقعة الزراعية وزي ما قال سيادة الرئيس أمس أنه هذه المشروعات الجديدة بالطبع تنفذ بعيدا عن الأراضي الزراعية ويعني بتعمل على أنها بالعكس أنها تزيد من مساحة الرقعة الزراعية عايزة رفنا حضراتك الإجراءات اللي قابت بها الدولة المصرية أنها تقدر تحافظ على المساحة المنزرعة بالعكس وتزيدها أيضا بصي سيادةك لما نتكلم في هذا الموضوع هنتكلم في نقطة مهمة جدا احنا كنا بنتكلم في أراضي الوادي والدلتة الدلتة اللي عملها نهر الديل عبر ملايين السنين فإحنا كل هذه المساحة المفروض أن كل الشعب المصري بيعيش كان على 6% من هذه المساحة الدلتة علىها ضغوط كبيرة جدا عدد سكان أكتر النهاردة عدد سكاننا النهاردة حالي عندنا نمو سكاني فوق الـ 2.5% احنا يمكن مع صورة يناير يعني في 2011 كنا حوالي 80 مليون النهاردة حالي 104 مليون شوف قد إيه معدلات نمو سكاني طب هذه المعدلات نمو سكاني وعد استقطاعات لمشروعات ونمو سكاني ومدن وقرى وتوسعات عمرانية وحاز عمراني في القرى ففي استقطاعات تمت من هذه الأراضي بخلاف ما كان يتم من تعدي صريح على أراضي الدلتة المهم أنه صدر قانون جديد من مجلس النواب بيجرم التعدى على الأرض الزراعية لأنه دي إرس الأجيال اللي جايه لكن هنا الدولة ما وقفتش عند هذا الحد يمكن سيادة الرئيس بالساعة مجال كان فيه قدامه طموح كبير جدا احنا ما كناش يعني ما تصورناش هذا الكلام احنا كنا بنحلم أن احنا نستصلح مليون فدان لكن لما تتصوري أنه فخبت الرئيس حط قدامه أربعة مليون فدان بالمليون لأربعة مليون فدان بخلاف أن هناك مشروعات كانت متوقفة تماما زي مشروع تشكة ومشروع تنمية شبال سينو دولت لواحدهم النهاردة بتتكلمي أنت دخلت في فكر أن أنت تستصلحي فوق حوالي الخمسة أو ستة مليون فدان صحيح نشتغلوا لما نتكلم بقى احنا النهاردة حجم ما نطمح ليه هو قد إيه إحنا بتكلم في أراضي مصر الزراعية القديمة حوالي خمسة أو نوص مليون فدان احنا في رقعة زراعية النهاردة احنا في حصائيات راسبية بنقول تسعة وسبعة من عشرة مليون فدان الجهاز المركز التنظيم القدارة قال النهاردة أن احنا عندنا حوالي عشرة واثنين من عشرة احنا بنطمح أن احنا نصل لتنشر مليون فدان في خلال أشهر خمسة وعشرين بالمشروعات اللي في خبط رئيس بيقولها ليه لأن أنا بحاول أعمل نمو سريع أعتقد لو ما خدش هذه الأراضي استصلحت وهذه المشاريع اتبنت احنا كنا هنبقى فين لا أول حشرة تأثيرها في السوق طبعا ها يعني كنا هنبقى فين انت بتتكلمي على قصائدها مختلفة ها يعني انت بتتكلمي زدتي فوق العشرين مليون نسمة في عشر سنين يعني في سبع سنين ثمان سنين عشرين مليون عشرين مليون دول يمثلوا ضغط كبير جدا دولة عشرين مليون دول خد أربع خمس دول كده في حدة معينة يبقوا تسوي الشعب الزيادة اللي طرأت علينا هنا كان فيه البعد الاستراتيجي ورؤية سيادة الرئيس والشعب وهنا المجودات اللي بتقوم بيها وزارة الزراعة مع أجهزة الدولة المختلفة سواء كانت وزارة الرأي أو أجهزة قوات المسلحة لو كنا وقفنا بقى على القطاع الخاص مش هنقدر نكامل كل الكلام صحيح صحيح فهنا تدخل سيادة الرئيس بحسه وكانت هناك تكلفات لجهاز بشراء الخبر الوطني دكتور دكتور يعني مفهوم طبعا الجهود اللي تمت ومقدرين طبعا ارتفاع يعني الرقعة الزراعية لعشر مليون فدان ولكن أنا عايز أتكلم على السلوك سلوك الفلاحة المصري ربما حضرتك بتختلط أكتر وبتسافر الدلتة وبتسافر الصعيدة وبتشوف احنا كان عندنا زمان قصة تبور الأرض الزراعية دي سلوك معتاد كان عندنا قصة حرق أش الرزق كان عندنا قصة أن انت عندك أرض فتقم طالع بغض النظر عن القوانين بتكلم هنا على السلوك هل تغير فعلا وما لمسته وما لمسته على الأرض خلينا أنا بردك نبقى واضحين جدا في هذه الجزئية احنا الحد من 3-4 الحد من سلاتين 3 كانت موضوع موضوعات تعدي موجودة لأنه هو بيبص المواطن فدان أرض بيقطعه يمكن ست راسبه بيتكلم في سكندرية ويقولك أنا بيجي يقطع حتة أرض عشان يبدأ شواء السكنية ومعاملش خدابات ولا يعمل مرافق فكان هو النهاردة بيبص الفدان ده اللي بيجيب له 8 مليون جنيه 2 مليون جنيه بيجيب له 5-60 مليون جنيه فهو ازاي يتفنن أنه هو يتعدى عشان يحاول هذه الأرض حتى بنبقى حطين أحوزة عمرانية جوه القرى يعني فيه أحوزة للإنشاءات والخدمات والمباني لكن هو بيحاول يتعدى هنا بقى وزارة الزراعة في السناتين 3 الأخرانين بيحصل إيه وقف كامل مع القوانين والتغلز العقوبات لأن احنا كنا بقولك بنفق 30 ألف فدان سنويا طب ده القوانين أنا عايز أتكلم عن السلوك بس سلوك هو أنا هدخل بقى في السلوك فأنا بقولك كان المزارع في الفترة بيستسهل عملية التعدي وقال لك السنة عايز أبني بيت لأولادي السنة عايز أعمل مزرعة في الأرض الصراحية أعتقد هسا الأمور بدأت تتقلص وتتقفل بشكل جامد جدا يعني ده سلوك فبقى فيه تغيير مهاردة فيه مشروعات دخلت مهاردة بتعمل أحوزة عمرانية بتعمل تحديث للرأي فيه رقابة صارمة في إزالة لكل التعديات وفيه امتداد عمراني كمان فيه المدن والمحفظات والقرى احنا عملينا أحوزة عمرانية وفيه أحوزة للتبد فطبعا احنا بتتجه الدولة لدعم المحتى الريف المصري أنه هو للاتجاه الرأسي يعني أنا النهاردة التوسع الأفق جوه القرى عباليا بعدش مقبولة لأن كل تعدي كل خلي بالسياد الفداني اللي انت بتستخطعه من جوه الأرض دي القديمة انت بتحرم مش قل من عشر أو خمستاشر مواطن من أكلهم فهنا كانت الدولة تبقى موجودة يبقى هنا المزارع بدأ يفكر النهاردة انت بتحمل حاجة جديدة اللي هي عشان تربط بقى سلوك المزارع والتغيرات اللي بتتم حياة كريمة مشروع حياة كريمة اللي اتعامل في الريف المصري أن انت النهاردة بدأت تطور له الخدمات اللوجستية الخدمات الزراعية تبطين الترع تبطين الترع تدخيص منظور ترعي كل هذه الأمور بتشجع المزارع أنه هو لا ده الدولة بتشتغل للدولة بردك بدأت تفكر معايا فالأمور دي كلها بتغير من سلوكات المزارع في نفس الوقت انت النهاردة في تصدير عايز يصده وعايز يشتغل تصدير ومتساعده فالنهاردة لما كمان بتيك تعمله مشروعات زراعية برا وبتنقله كمان برا هتخليه خف الضغط على الأرض الزراعية في الوادي في الوادي والدلت فده جزء من تغيرات سلوكي بأي الدولة بدأت تتقوم وهو في نفس الوقت وبدأ ذاتي يحصل له نوع من التقويم المزارع مصر مزارع مصر زاكي جدا وعارف كواس قوي وعارف قيمة الأرض بس هو المزارع اللي احنا دخلنا في عمليات التغيرات الاقتصادية والتطور الاقتصادي والحضارة والإنترنت خلى فيه سلوكيات كل عايز يغتاد بسرعة فكانت هنا حتى إهمال الأرض لكن النهاردة الأرض بقت مورد مهم جدا ومورد لدى المزارع وفي نفس الوقت المشروعات اللي بتساعده ومشروعات اللي هي مجمعات الألبان وتجميع الألبان تربية الماشية الدواجب كل الأمور دي ساعدت المزارع أن انت تزود داخله فبأصبح ارتباطه بالأرض وصيق وبدأت تضغير مفهوم المزارع فقط عند منع وتجريم التعدي على الأراضي الزراعية بل أيضا أوجد حلول بديلة بالضبط في نقطة تانية كمان مهمة يا فنن فكرة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأيضا زيادة رقع زراعية بشاسعة زي ما حضرتك تحدث مش بس خلينا نقول هي بتمس فكرة الملف الغذائي بما أنه طبعا قضية أمن قومي لأ كمان احنا عندنا مشكلة كنا بنعاني منها وهي فكرة الفاتورة الاستراد احنا عندنا فاتورة استراد كبيرة ويمكن سيدة الرئيس من أهم أهدافه أن احنا نقلص هذه الفاتورة بالعكس ونضاعف كمان من صادراتنا عايز أعرف من حضرتك الأراضي اللي تم استصلاحها لو هنتكلم بشكل محدد مش هنتكلم بشكل موفع بشكل محدد ايه المحاصيل الزراعية على سبيل المثال اللي احنا ممكن خلال الفترة الجاية نلاقي ان احنا مش بس تعني الاتفاق ذاتي منها لأيضا بنصدر منها وبنخفض من الاسترادنا لها والله يا سيدة سؤال مهم جدا وانتي يعني حطيت ايدك على لب الموضوع احنا ايه الاساس احنا نحاول يعني النهاردة لما أقفل فطورة الوردات وقللها يبقى انا حققت جزء من الصدرات بطريقة غير مباشرة لان انا النهاردة وبالتالي انا هنا الادف الاساسي ايه هو زيادة الامن الغذائي المصري لانه هو امن قومي طب النهاردة ابص بحصيل ايه انا عندي المحاصيل الاستراتيجية محاصيل القبوب وده جزء مهم جدا ومحاصيل السكر ومحاصيل الزيوت دول المسلس بتاع اهم المحاصيل الاستراتيجية احنا حققنا ايه في هذا الاتجاه ومشين في ايه في هذا الاتجاه لما بنبص احنا النهاردة بنندك حوالي 2.4 من 10 مليون طن سكر احنا كنا في الاخر 1.7 من 10 النهاردة بتدخلتي في 2.4 وبتهدفي ان انت تصل الى 3.5 مليون طن وبالتالي وصلنا الى جزء كبير جدا احنا عندنا اكتفاء ذات الشكل يعني فعلي ولكن فيه سلوكيات بتفرط فبالتالي بتعمل جاب حوالي 10% لكن انت هتصل الى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل السكرية عندنا النهاردة الطمور النهاردة مصر بتنتج 1.7 مليون طن وبتصدر وبقى تخش في السوق العالمي فانا النهاردة لما اجي كده طب انا الملف الاصعب عندي هو ملف الحبوب الزيوت ملف الحبوب وملف الزيوت طب انا النهاردة بهدف ليه في الحبوب انا مشكلتي الاسية وزا ما احنا شايفين وسلاسل الغذاء والعالم الامح والدرة واعتقد احنا حسين فترة فات الدرة والفلسطية وكلام منها طب احنا عندنا في ملف الامح ايه المشكلة اللي بوجودة احنا قلنا احنا عندنا بتزيد 20 مليون في 10 سنين بتتكلمي في رقم الرئيب حتى ما بتعملي تنمية وبتحسينه اصلاف وبتعملي كل الكلام ده مش بلحة لكن مش هيحل المشاكل غير مشروعات صلاح الاراضي اللي احنا النهاردة وصلنا اللي بنقولك حوالي تقريبا 80% من مساحة ارض القديمة اللي هي كانت في الستينات فالنهاردة انا بنتك 9.5 مليون طن امح انا النهاردة عشان عندي مستهدة في النهاردة اطل على 14.5 مليون طن امح عشان احقق الاكتفاء الذاتي من امح الخبز وجزء من صناعة المقورونا والحاجات الاستراتيجية وبعندي شوية حاجات بسيطة كده اقدر اغطيهم اللي هم الامح الفين والحاجات دي واحنا لما بنحط في الاستراتيجي انتاج امح ديورهم ده ممكن يتصدر ودخل مكانه امح طريح حواليه الطن بتلاتة طن فده ملف الامح واحنا استصلاح الاراضي واحنا بنهدف ان شاء الله ننصل نزرع 4.5 مليون فدان ونصل ل5.5 مليون فدان خلال 25 ومن هذا الكلام يبقى عندك اكتفاء ذاتي في الامح وامح القبز بنسبة 100% الامح القبز ولو عملنا خلط هنزود الاكتفاء الذاتي بالضرب 10 او 15 او 20% طب الملف التاني هو ايه ملف ايه الاعلاف انه عرضا عندي مشاكل في الاعلاف ده مهم جدا وبالتالي الدورة احنا بننتج 7 مليون تن لكن احنا محتاجين نوصل ل10 ونص او 11 مليون تن عشان اقدر اغطي الاكتفاء الذاتي والدورة من المحاصيل الصيفي اللي بتدخل في الدورة اللي هيبقى لايش منافس فانا النهاردة بنحصل اصنافنا وبنعمل ممارسات زراعية وبنحدس الراي وكل هذا الكامشن ارفع الانتاجية المحصولية ل10 ونص مليون تن دورة وبالتالي قلل فاتورة الصادرات لان انا بستورد من 7 إلى 8 مليون تن دورة صفرة فالنهاردة لما نتوقع الملف ده شغال كويس جدا وملف الامح احنا فيه شغالين فيه كويس جدا يبقى عندي الملف التالت هو ملف ايه ملف الزيوت ملف الزيوت احنا بننتج عندنا جاب كبيرة قوي كبيرة قوي وحنا نتعارفين انا بنستورد يعني اوكرانيا وروسيا دول بيصدروا 18% من الزيوت من الحبوب والزيوت في العالم لما انا ابص النهاردة احنا عندنا في الملف ده بنشتغل كويس جدا لما بنرجع نحسن المحاصيل الزيتية زي ايه دهنا دور الشمس بنقدر بالزرف في 3 أرواد المشاريع الجديدة هتسحى تدخل من الأرواد دي في زراعة في المنظومة عندنا فول الصوية بيستخدم سنائي يعني بيستخدمه زيت واستخدمه علف فالمهاردة هذه الاستصلاح وهذه المساحات اللي ما كانش موجودة ما كونش نبقى كونها يبقى شكلنا حاجة تانية خالص انا مش عايزة اقول احنا كنا ممكن نصل الى حالة من حالات المجاعد تحت الظروف سكرية دي يعني فالنهاردة في حالة احنا الحمد لله مصر لها اتغيرت بشكل كبير النمو الاقتصادي انه انت تتصور ان القطاع الزراعي بينتج او العائد من القطاع الزراعي بكام بواحد واثنين من عشر تريليون جنيه يعني حوالي 10% من الناتج القومي اه لما اقول عندي صدرات زراعية بطلعت السنة دي لحد حوالي 15 يوم 5 و 7 من 10 مليون طن ودول ومستهدف ان يجبوا 3 و 6 من 10 مليار جنيه من الصدرات السلعية هذا الملف الزراعي فالزراعة احنا بنعتبرها هي اساسة المليارية وحركة الاتصال فالنهاردة لما هتنتجي وهتزراعي هتعمل ايه بتشغال عمال بتفتح فرص عامات بتنقلي وتعملي خلخلة من الضغط السكان اللي موجود في الوادي والدلتا في مشروعات على الاجنب وفي الجنوب خلق مجتمعات عمرانية جديدة طبعا حياة جديدة حياة جديدة وحياة خلي بالك سيد الرسم كان بتكلمي وما كانش يعمل هذه المشروعات غير ما يبقى عندك شبكة طرق على مستوى علي ما كانش هتلمشروعات تنجح ما كانش عندك طاقة كهربائية على مستوى علي منظومة متكاملة منظومة متكاملة فكان البعد الاستراتيج والسياسي فنبعد كل هذه المشروعات النهاردة الدلتا الجديدة انت بتتكلمي مشروع مستوى بالمصر حوالي 500 ألف فدان عناصر في الدلتا الجديدة 22 من 10 مليون فدان هذه المساحة لما هتدخل هشوف حجم المحاصيل الزراعية صحي النهاردة بتنتيجي من الخضار عندك اكتفاء ذاتي من الخضار وبتنتيجي منه حوالي 28 مليون طن خضار طب احنا احنا كنا بنستورد ايه وبطلنا نستورده وايه الاهم الحاجات برضو اللي كنا ربما بنصدرها بشكل قليل وبالانا بنصدرها بشكل اخر خلينا بالارقام يا فهول يعني خلي أقول سهياتك حاجة احنا لما نتكلم في الموالح احنا النهاردة بقینا نمرة واحد في العالة نهار البرتقان بالموالح احنا بنصل الى مليار دولار بس اعادات من الموالح النهاردة البصل الموالح اللي هو ينتمي البرتقان البرتقال واليوزف يعني فأنت النهاردة نمرة واحد. النهاردة الفراولة المجفافة أو المجمدة يعني. النهاردة البصل. النهاردة الفاصولية الخضرة. الفلفل الألوان. كل هذه المنتجات أنت بتصدرها. طب أنا بستورد إيه؟ احنا لسه بناستورد حاجات سنوية زي الكوي زي التفاح الأمريكاني. مع أن احنا عندنا أصناف مصرية. بس دي سلوكيات. أنت في الآخر في السوق وفي التحرر الاقتصاد في السوق. أنت فاتحي السوق ما تقدرش تقفل. أنا ليها مزاجة أكل تفاح أمريكاني أكل تفاح أروق فده السلوب أنت النهاردة محتاج تغير سلوك المواطن سواء حتى في استهلاكه للأمح النهاردة لما حروف التوعية والإرشاد محتاجين أن نغير سلوكياتنا في استهلاكنا للأمح واستخدامنا للخبز أنت مستخدمش خبز على أنت أكتر من استخدامك النهاردة إحنا أعلى معدلات في العالم استهلاكا للرغيف الخبز أو للأمح فالنهاردة أنا محتاج أغير السلوك والنهاردة أغير شكل الوجبة بتاعة المواطن المصري فلما برفع له نسبة البروتين وارفع له نسبة الخضروات اللي موجودة في الصلاطات والحاجات دي كلها ستتغير لكن هو يحاول يملى الصبح يفطر أربعة تلت أربعة ترغيفة فعيش فطبعا ده يعني الأمور إحنا محتاجين التغيير في السلوك لكن عايز أقول أن مصر إحنا بنهدف أن نطلع بصدرات زراعية زراعية غير سلعية يعني موجودة من الصدرات غير سلعية حوالي مثلا لستة أو سبعة مليار دولار النهاردة هيفرق كتير قوي فانت لما تبص أقلل فطورة الواردات أنا النهاردة لما سأعمل اكتفاء ذاتي بالنسبة أنا معادي ستين في المية لو طلعت التسعين في المية يبقى أنا ده حجم من الضغط على الميزان التجاري المصري بوفر العملة الصعبة فكل ما ينتج جوه مصر بيوفر عملة صعبة بيقلل فطورة الواردات بينعكس على الاقتصاد بيساعد المزارع المصري والمنتج المصري فعلى أنه بيصدر إلى الخارج فبالتالي بينعكس على دخله التنمية هي تنمية مستدامة لازم تبصل كل المحاول ده قطاع قطاع زراعة مباشر اللي هو الإنتاج النبات اللي كنت لسه عندك قطاع دواجن وعندك قطاع إنتاج حيواني وعندك وعتقد الدولة يمكن سيد الرئيس بيغير حتى في تربية الحيوانات وإحنا النهاردة بنشوف أنه بنحسن السلالات المصرية النهاردة أنت عندك قروض اللي بتقول له تعدد السبعة مليار كانت خمسة مليار بدأ تعدد السبعة مليار فطبعا كل ده عشان إيه أنت بتدخ لما تبصل مصر مصر فين النهاردة في الاستصراع السبك مصر الأول أفريقية والثالث عالميا في إنتاج البلطي خلي بالك يعني حسن ده رقم يعني مش قليل أن أنت لما تخش تنتقل بكل هذه الأمور كل الكلام ده بيجي منين النهاردة أنت بتحسن الكواليط بتاع الميا في البحيرات وبتحسن الظروف البقية بتاعك صحيح كل دي عوامل لا ده تكلفة دي فلوح بتخلينا يعني نبص الموضوع بزاوية أكبر وبتخلينا ننتأكد أنه فعلا بالفعل في جهود حكومية حقيقية في تنمية الملف الزراعي وزيادة الصدرات المصرية الخارج من خلال حصلاتنا الزراعية وأيضا زيادة الرقعة الزراعية اللي امتدت على العدد كبير جدا من المشروعات بنشكرك بطورة علي إسماعيل عضو لجنة حديث سبعي على هذه الإضافات شكرا جزيلا حركة فانت شكرا